كشف البطل المحترف سام الحداد الذي احتجزته السلطات القطرية تفاصيل المعاملة اللا انسانية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون القطرية واكد ان عناصر الامن القطري تعمدوا ممارسة الضغط النفسي ضدهم الى جانب حرمانهم من الحقوق الاساسية كنا فعلا في محنة محنة يعني ما اختبارتها من قبل ما وصلتها من قبل ما توقعت يعني ان اختبرها في هالدولة او ان تكون دولة مجاولة لنا احنا صارت بال يعني بالبحر وظنيت ان يعني بيكون فيها تعاون ان يدليني طريج الصح بدل ما يوديني للتحلكة اللي شفناها اسحبوا الطراد ما خلوني يعني او ان يخلون واحد معاي ليه ما وصلنا خفر السواحل ومن خفر السواحل بدت تواصل عندهم وخذ بطايقنا وكل شيء وخبرهم باسم الطراد خذ التفاصيل ما توقعت ان يعرفون اشياء وايد عن عنيانة شخصيا من اول مصالة المركز يعني وكانوا مستنسين كانهم حصلين جائزة كبيرة حققوا معانا من اكثر من جهة وطلعونا يعني بالليل تظن ان انت رايح مكان ما يودونك مكان بس يحركونك بالسيارة يودونك نص البر وترجع يودونك نص بر ثاني وترجع اربع اثلاث ساعات ورد يرجعون للمركز مرة ثانية منعوننا مو منعوننا بس سكروا كل شيء علينا اننا ما تتسبح ما تقرى تتسبح من اول ما ممسكونا ليه ما طلعونا ما تسبحنا اول شيء لانا ما عندنا ملابس ما في ماء حار كان في موجود اول ما وصلنا الزنزانة كان في ماء بعدين تبطل ما يطلع لك حار وجو بارد ويشغلون لك المكيف في الجو البارد يشغل لك المكيف في البداية ما كان في لحاف تتم من غير لحاف تنام على الارض الاكل تحاصله بس يحطلك اياه بالارض ليه ما يوصل الصرصور عليه بره الزنزانة يعنيه يبتدي يعطيك اياه بس ما يعطيك اياه دايركت ما يخليك تكلم ولا شخص يعني حتى المركز نفس اللي كنا فيه يابوا طاقم جديد بس يوقف عن باب المكان اللي احنا واكفين فيه يمنع الشرطة الثانين يكلمونا يعني يحسسك ان انت مو بس ان ماسكك في البحر كأنك فعلا قاتل عندي زملاء في الدوحة من الرياضة وحاولوا يساعدوني من اصل بحرينيين عرفوا بالموضوع يبيبون لي اكل منبرع ممنوع افوط او ان ابدل جاكيت او ان ابدل تي شيرت ممنوع ادوية ممنوع بعدين امنعوا حتى اييننا او يديش من باب المركز وغيروا مكاننا وما علموا اي احد حتى القائد للمركز اللي كنا فيه قبل ما يعرف احنا وين رحنا عشان ما يقول حق الناس اللي تي ترا هو روح هناك وتم مننا مكتوعين من كل شيء اشتركوا في القناة